في بداية عام 2015 ازدادت بشكل غير مسبوق موجات اللجوء الجماعية من قبل السوريين نحو القارة الأوروبية حتى أصبح اليوم بمئات الآلاف هناك فرنسا كانت أحدى دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت اللاجئين السوريين ولكن بأعداد محدودة جدا مقارنة بباقي دول الاتحاد الأوروبي فما الأسباب التي حدت من وصول السوريين إلى بلاد الأنوار قياسا بحجم تجربتها عبر التاريخ في استقبال المهاجرين من بقاع مختلفة من دول العالم عشر سنوات مضت على موجة اللجوء غير المسبوقة للسوريين نحو القارة الأوروبية بحثا عن ملاذ آمن وحياة أفضل ولكن ما كان لافتا للانتباه أن الواصلين منهم إلى فرنسا لم تتجاوز نسبتهم 2% من العدد الإجمالي للاجئين في الاتحاد الأوروبي وهي نسبة غير متناسبة مع مكانة فرنسا التاريخية بوصفها أرض اللجوء بلاد الأنوار لم تثل رغبة السوريين في المجيء إليها بكثرة وخاصة أولئك القادمين بصفة غير شرعية عبر الطرق البحرية ففضل معظمهم اللجوء إلى هولندا والسويد وألمانيا وهذه الأخيرة كان لها حصة الأسد باستقبال أكثر من مليون لاجئ سوري في حين لم تسجل فرنسا خلال السنوات العشر الأخيرة سوى قرابة 27 ألف طلب لجوء السوريين وصل معظمهم عبر تأشيرات مباشرة من السفارات الفرنسية في دول الجوار السوري المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان عبرت سابقا عن استيائها من التزامات باريس الضعيفة فيما يتعلق بالترحيب بالسوريين والتأخيرات الإجرائية للحصول على حق اللجوء إلا أن ذلك لم يغير من سلوك الحكومة بل على العكس أظهرت الأرقام الرسمية انخفاض أعداد طالبي اللجوء السوريين في فرنسا إلى النصف خلال السنوات الأربع الأخيرة لتفاصيل أكثر معنا عبر السكايب نور الفاضي الحقوقية مختصة بقضايا الهجرة والعمل الإنساني من باريس بداية ما هي الأسباب التي حدت من اللجوء السوريين إلى فرنسا مرحبا حسام شكرا على الاستضافة أهلا بالأساس السوريين ما كانت فرنسا هي بلد أتراكتف بالنسبة لألون يعني ما كان هنا بحبوا أنهم يجوا على فرنسا لعدة أسباب طبعا هي في أسباب متعلقة تاريخيا وفي أسباب متعلقة بالنظرة العامة عن المجتمع الفرنسي أو عن سياسات الاستقبال الفرنسية يلي موجودة بالإعلام وخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي يلي بيوصل لها اللاجئ قبل ما حتى يختار مكان اللجوء اللي رايح عليه ففرنسا الحقيقة أنه سمعتها ما كتير نيحة بين السوريين خليني إلك في أمور بتتعلق بالدين في أمور بتتعلق بالحجاب في أمور بتتعلق بطريقة الاستقبال في أمور بتتعلق بوسائل الإندماج بكورسات اللغة فرنسا وما بقول إنه ما عنده نحق لا ما عنده نحق مية بالمية لأنه سياسات الاستقبال بفرنسا كتير معقدة طويلة وممكن يكون فيها شيء من إله يمكن بالعلوم السياسية مثل السياسات الحظ يعني إنه متعلق الطلب لجوءك على حسب الشخص يلي بيستقبلك بالنافذة الواحدة عن دوائر الدولة وهدول حتى في دراسات أسمتهم وقالت إنه في هذا الشخص عنده هاي الكواليتي وهذا الشخص عنده هاي الكواليتي فهذا الشخص تقريبا بيستقبل اللاجئ على حسب السياسات يلي بتعطيها أو الأوامر اللي بتعطيها الإدارات تبع الدولة وفوق منها اللي بتعطيها بزارة الداخلية وفوق منها يلي بتطلع عن الحكومة طبعا ما فينا نبعد أبدا صعود اليمين بفترة السابقة وسياسات ضد الهجرة المتصاعدة سواء بفرنسا أو حتى بكل الاتحاد الأوروبي ولكن هاي السياسات يلي ضد الهجرة ما لا ناتجة هلأ شيء عن شيء يعني شو اسمه عن شيء لمسانوات القليلة الماضية تماما هذا الشيء راجع لسنة الخمسين ومن بعد الحرب العالمية الثانية وسنة الستين يلي كانت الفترة ما بعد الاستعمار وفق دول الاستعمارية للمستعمرات يعني أنه أخرجتها من تحت حكمة ومن تحت المندة اللي كانت عليها وكان فيه فكرة كمان تانية أنه المهاجرين حقيقة هنزاعدوا ببناء فرنسا وخاصة بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية ومعامل الأسلحة ومعامل السيارات والنهضة الصناعية اللي صارت بعد الثورة الصناعية بأوروبا وكانوا يجوا من المستعمرات الفرنسية ولكن استقبالهم كان في كتير نظرة بسيئة باتجاه هذول الأشخاص وتعاملوا أكيد بعمل سوريا كتير وبعد ما إجوا أهلهم بسنة الستين لأنه هنزلوا تقريبا نص قرن بيشتغلوا لحالهم وفكرين أنه هنزلوا يشتغلوا ويرجعوا على بلدهم الأصلي بعد ما فك الاستعمار بلاش يجيبوا عائلاتهم لما جابوا عائلاتهم فرنسا استقبلتهم بشكل كتير كتير سيء حطتهم بأماكن اسمها مدن الصفيح معروفة جدا بالتاريخ الفرنسي وصار في اتجاهه ربما هذا تاريخ استقبال فرنسا للاجئين الذين جاءوا إليها ولكن بالنسبة للاجئين السوريين القليل ما نسمع أنه سيذهب أو اتجه إلى فرنسا الجميع يذهب إلى ألمانيا هولندا سويد وهذه الدول ولكن بالنسبة لشروط اللجوء في فرنسا ما هي يعني شخص وصل إلى فرنسا ما هي الشروط بالنسبة للاجئ السوري على وجه التحديد هلأ بالنسبة للاجئ السوري أو اللاجئ غير السوري في نقطة كتير مهور سازن نحكيه أنه في 2015 فرنسا عدد لا بأس فيه مو عدد لا بأس فيه مثل ما حكى إلاف بالتقرير تقريبا 2% أو 4% من عدد اللاجئين العام اللي دخل على أوروبا اللي تقريبا هو بين المليون والمليون والشخص ولكن بهذه الفترة كان هناك إعلام موجهة للأزمة السورية ووضع السوري وشو عم يصير بسوريا فتم إعطاءهم حقيقة الأوراق أو تم استقبالهم بطريقة جيدة مقارنة باللاجئين من جنسيات تانية يعني اللي كانوا جايين من أفغانستان أو من السودان أو من دول أفريقية تانية هلأ بعد فترة تقريبا من 2011-2028 بعد ما صار في عنا يعني كان فيه ظهور في عنا ظهور داعش وفيه التفجيرات اللي صارت بفرنسا صار فيه نظرة تانية للاجئ السوري صار ما ينعطى تقريبا اللجوء بطريقة أوتوماتيكية لا صار ينعطى اللجوء بناء على القصة تبعه فبما يتعلق باتفاقية جنيف يعني شخص اللي هارب خايف على حياته من اضطهاد لدينه أو لجنسه أو لعرقه أو لرأيه السياسي إلى آخره ممكن أنه نعطي لجوء وصعبت وزارة الداخلية إعطاء اللجوء للاجئ السوري وصاروا أكثر يدرسوا بالملفات ويشوفوا يعني إذا كان فيه شيء متعلق بموضوع الإرهاب ولكن اللجوء بشكل عام لإن كان لسوري أو لغير سوري هو عملية شاقة طويلة تاخد ثلاث أو أربع سنين أحيانا من عمر الإنسان لحتى يبلش يستقر زائد أنه بالعام نحن بنحكي بالمحيط بفرنسا بنقول أنه فرنسا بتقوله للاجئ تزدها بالبحر بتقوله روح تدبر حالك فعليه هو أنه يلاقي كورس يتعلم لغة المساعدة المادية كتير قليلة البيوت كتير قليلة للفرنسيين أصلا يعني مو بس للاجئين في عندهم أزمة سكن بفرنسا زائد أنه العمالة السورية الكلفية يلي عندها يلي عندها يعني شو بيقولو عندهم يعني مثلا كأطباء أو كمهندسين أو كسيادلة أو أو كناس عندها شهادات كتير كتير بالنسبة لقالهم صعب أنهم يقدروا يشتغلوا بشهاداتهم اللي هنن جاي يعني عندهم ياها أو بكل كالكفة هالسيوم تبعوني اللي هن بيشتغلوا فيها يعني أمور تعديل الشهادة والأمور العمل في الشهادة هو شيء يعني صعب جدا تقولي كتير كتير صعب وفرص العمل لنور ما هو وضع فرص العمل يعني بالنسبة للعمالة تماما العمالة لأنه كمان هنن هلأ فيه اتجاه سياسي لماكرون أنه هو بدي يرجع يعيد المجل الصناعي لفرنسا فأنه بدي نيبه مصانع وكان عم يستقبل شفنا رئيس تسلا إيلون ماسك وستقبل عدد ساعين ويفتح مع كمان معمال بطاريات في شمال فرنسا فهنن بدون أكتر شي عمالة بأسفل السلم الهرمي وهذا للأسف ما عم يتطابق مع السوريين لأنه أكتر السوريين اللي عم يجوا على فرنسا عم بيكون عندهم عم بيكون عندهم مواهب أو بيكون عندهم شهادات علمية عالية فعم يرضوا عليهم أعمال عن جد ما بتتعلق يعني ولا ما بيقدروا يعملوها لأنه ما عندهم هاي المؤهلات اللي هنن موجودة بهذا وهي كلها مؤهلات أو عم بيطلبوا يشتغلوا عن جد بأعمال بأسفل السلم الهرمي اللي هنن أصلا عندهم مؤهلات تانية كتير منيحة يعني سيدة نور لهذا السبب الكثير من اللاجئين الموجودين في فرنسا يتجهون إلى بريطانيا عبر نهر المنشو بريطانيا أيضا أصدرت قرار قبل أسبوع بترحيل المهاجرين الذين وصلوا إليها بطريقة غير شرعية على رواندا والمهاجرون أيضا أصبحوا يذهبوا إلى إيرلندا يعني هناك أزمة في هذه المنطقة للمهاجرين غير الشرعيين في أزمة وهي حقيقة أزمة حالية نحن بالعلم السياسي نسأل دائما السؤال من يحكم بفرنسا هل ماكرون يحكم هل رئيس وزراء بريطانيا سناكي ممكن اسمه بيحكم لا ما فينا نقول أنه لأنه في في أدمنسترسيون في إدارات موجودة بتتوارد الحقيقة إدارة الدول الأوروبية حتى لو جاءت وزارة جديدة وعنده منظور جديد وحابب يعمل أشياء جديدة بالبلد ولكن مدير المكتب طبعه أو الناس اللي موجودين على رؤوس أعمالهم بقلب الوزارات وبقلب الإدارات اللي بتاخد القرار الحقيقي هنن مانون ناس منتخبين هنن ناس موظفين اسمهم فونكسيونير في فرنسا وهن اللي بيأخذوا القرار حقيقة وقد ما حاول الوزير أنه يحاول يعدل أو يغير بس الناس اللي عم تحكم بالوراء يعني بنخلف الشاشة هن مو نفسهم الناس اللي نحن نشوفهم على الإعلام وعلى الميديا زائد أنه أنا بشوف أنه اللاجئين في مشكلة الحجاب إذا بنا نحكي على موضوع اللجوء والمرأة شوف أنا أنه المرأة اللاجئة في فرنسا بتتعرض لعنصرية أكتر لسه من أكتر من الرجل لأنه بتحاول تكون غير مرئية بالمجال بقلب المساحة الاجتماعية أو بقلب المجتمع لأنه إذا كانت مثلا محجبة أو لابسة بسمعي بتلفت النظر ممكن تتعرض لأشياء عنصرية وهذا الشيء كله عم ينتقل للأسف لو هو بجوز حوادث ما أنا كتير الأكتر ولكن هي موجودة هذه الحوادث ونسمع عنها عبر وسائل توصيل الاجتماع عبر الإعلام أيضا لكن ما شاء الله نور قبل أن أنهي معك أنت مندمجة بشكل جيد بفرنسا كلمات فرنسية بين كل جملة وأخرى وهذا شيء جيد على فكرة الإدماج وتعلم اللغة شكرا لك نور الفاضل حقوقية مختصة بقضايا الهجرة والعمل الإنساني كنت معنا من باريس شكرا لك شكرا لك السلام شكرا لك